با تنظيم الانتاج يمكن اتباع اكثر من اساس في التنظيم الاداري لوظيفة الانتاج ومن ناحية اخرى فانه لابد من اعداد ما يطلق عليه التنظيم الداخلي المصنع وفيما يلي عرض لهذين الجانبين من التنظيم اولا اسس التنظيم يمكن تنظيم وظيفة الانتاج بالاستخدام او باستخدام الاساس الوظيفي او الاساس على اساس المنتج او على اساس المناطق الجغرافية او على اساس عمليات او مراحل الصنع وفيما يلي عرض مختصر لكيفية تطبيق كل من هذه الاسس واحد اساس التنظيم الوظيفي يقتضي اتباع التنظيم الوظيفي تقسيم او تجميع اوجه نشاط الانتاج طبقا للوظيفة التي تنتمي اليها ويتم تحديد وحدة تنظيمية لكل من هذه الوظائف الشكل التالي يوضح التنظيم الوظيفي للانتاج ثانيا التنظيم على اساس المنتج يتم تنظيم ادارة الانتاج على اساس المنتج اذا كان المشروع يقوم بالتصنيع عدد من المنتجات المتباينة وبالتالي يتم تخصيص وحدة تنظيمية لكل من هذه المنتجات او لكل مجموعة من المنتجات التي تتشابه فيما يتعلق بما تتطلبه من انشطة انتاجية الشكل التالي يوضح مثالا لهذا النوع الاساس المنتج ثالثا التنظيم على اساس المناطق الجغرافية اذا كان المشروع او كان للمشروع فروع او مصانع تنتشر في مناطق جغرافية متباينة فيمكن تخصيص ادارة الانتاج لكل من المواقع التي يتم فيها الانتاج ويوضح الشكل التالي كيفية تطبيق هذا الاسلوب اذا كان المشروع فروع يتم بها الانتاج من مناطق ابهى ورياض وجدة رابعا التنظيم طبقا للعمليات او المراحل يمكن ان يتم تنظيم ادارة الانتاج على اساس العمليات التي تتم على المنتجات او على اساس مراحل العملية الانتاجية الشكل التالي يوضح لنا التنظيم طبقا للعمليات او المراحل ثانيا التنظيم الداخلي للمصنع يقصد بالتنظيم الداخلي للمصنع كيفية توزيع وترتيب الآلات والمعدات المختلفة وتحديد الممرات ومواقع التخزين أو المنتجات أثناء مراحل إنتاجها وتصنيعها وتحديد طرق المناولة وأماكن مرورها إذا كانت تتحرك على الأرض أو الأماكن التي تثبت فيها كما هو الحال بالنسبة للمعدات المعلقة وغير ذلك من الجوانب المتعلقة بتنظيم تسهيلات الإنتاج وهناك عدد من العوامل الواجب أخذها في الحسبان عند إعداد التنظيم الداخلي للمصنع منها نوع الصناعة وحجم الإنتاج ونوع المنتج وطبيعة العمليات الصناعية والسياسات الإدارية للمشروع الرقابة على الإنتاج تتطرق الرقابة على الإنتاج إلى عدد من المجالات كالمواد والجودة والتكاليف وكميات الإنتاج في علاقاتها بالوقت المطلوب إنتاجها فيه وتهدف الرقابة على الجودة الإنتاج إلى التأكد من أن الوحدات المنتجة من السلعة مطابقة للمواصفات والمعايير السابق وضعها وتحديد ما إذا كان هناك انحراف عن هذه المعايير أو المواصفات المحددة سلفا أما الرقابة على التكاليف فتهتم بتكرفة الوحدة المنتجة أو تكرفة تشغيل آلة معينة أو تكرفة عمبر إنتاج معين وعادة ما يتم تحديد تكرفة معيارية يتم مقارنة التكاليف الفعلية معها وبالطبع يكون الهدف من الرقابة على تكاليف الإنتاج من عدم تجاوز التكاليف المحددة سلفا وتنصب الرقابة على جداول الإنتاج على الكميات التي يجب إنتاجها من السلعة في فترة زمنية محددة دال الرقابة أو مراقبة الجودة يفترض أن يستهدف مدير العمليات الفعال بلوغ مستوى الجودة المناسب والمخطط للمنتج من خلال نظام العمليات وتمثل جودة المنتج اعتبارا هاما من وجهة نظر كل من العميل والمنظمة وتختلف معايير الجودة في السلعة عنها في الخدمة أما معاييرها في السلعة فتتمثل في واحد أو ألف إشباع حاجات ورغبات قطاع مستهدف من العملاء من حيث المكونات والحجم والشكل واللون والأداء الوظيفي باء الارتقال مستوى المعايير والمواصفات المحددة من قبل إدارة العمليات بالمنظمة أو أجهزة خارجية مثل هيئة العامة للتوحيد القياسي جيم توفير أمن وسلامة المستهلك دال تماثل وحدات الناتج أو السلعة أما معيارها أو معاييرها في الخدمة تتمثل في ألف إشباع حاجات ورغبات قطاع مستهدف من العملاء باء بساطة الإجراءات جيم قصر الإجراءات دال قصر فترة تقديم الخدمة إن كانت مصرفية أو بريدية على سبيل المثال ها نمط مستوى تعامل طيب مع العملاء واو الارتقال لمستوى المعايير والمواصفات المحددة من قبل إدارة العمليات بالمنظمة الكفاءة الانتاجية والفاعلية الكفاءة الانتاجية يعد تعبير الكفاءة الانتاجية تعبيرا متكاملا أي أشمل من لفظي الكفاءة والانتاجية كل على حدة ويمكن تحليل هذا التعبير إلى شقي أما الكفاءة فتعني درجة المهارة في تحويل المدخلات أو الموارد إلى مخرجات وفق معايير محددة للتكلفة والجدولة والجودة وتترجم في علاقة كمية أو قيمة بين المدخلات والمخرجات فالكفاءة الكلية بمقاس حجم الناتج تساوي حجم المخرجات تقسيم المدخلات ولكن يصعب هنا التعبير عن الأنواع المختلفة الوحدات الناتج برقم كمي واحد أو إجمالي لأنها تختلف في النوع وفي القيمة كما تختلف وحدات القياس الكمية من صنف لآخر والكفاءة الكلية بمقياس قيمة الناتج تساوي قيمة المخرجات تقسيم قيمة المدخلات وهنا يجب أن تكون هذه القيم بأسعار ثابتة حقيقية كما يمكن قياس الكفاءة بمعيار موحد يجمع بين أنصري القيمة والكمية المخرجات والمدخلات وأما الانتاجية فتتمثل في ناتج استخدام مدخلات معينة مثل عدد الوحدات التي ينتجها عامل أو مجموعة عمال في ساعة أو يوم وتتحقق باستخدام حجم محدد من المدخلات للحصول على أكبر حجم من المخرجات بجودة عالية أو هي إذن علاقة كمية بين حجم المخرجات وحجم أحد أو بعض أو كل المدخلات وترتفع الانتاجية إذا أنتج مزيدا من المخرجات بنفس حجم المدخلات أو إذا أنتج نفس القدر من المخرجات بحجم أقل من المدخلات ويمكن قياس الكفاءة الانتاجية لكل عنصر من المدخلات ما مثلا تكون الكفاءة الانتاجية للعمالة مساوية لقيمة المخرجات تقسيم تكلفة ساعات العمل والكفاءة الانتاجية للأموال المستثمرة تساوي العائد على الأموال المستثمرة أو صافي الربح تقسيم الأموال المستثمرة أو الأموال الإجمالية ثانيا الفاعلية تعني الفاعلية مدى القدرة على تحقيق نتائج مستهدفة وذلك باستخدام مدخلات مناسبة بأسلوب صحيح للتحقيق مخرجات معينة فهي علاقة بين نوع المدخلات ونوع المخرجات